اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل للبلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية التي تؤكد مكانة مملكة البحرين وأعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته بتصنيف بريف البحرين لفنون القتال المختلطة الأول عالميا وهو إنجاز دولي رفيع المستوى يؤكد الرعاية التي تحظى بها الفعاليات العالمية الكبرى التي تقام على أرض مملكة البحرين الغالية من حضرة صاحب الجلال الملك المفدة حفظه الله ورعاه وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن حصول بريف البحرين الأول عالميا جاء ليؤكد المكانة المتميزة للمملكة في استضافة البطولات العالمية الكبرى وتأكيد على أن مملكة البحرين عاصمة الشباب والرياضة في ظل الحرص على دعم هذه الفعاليات الكبرى والتي تساهم في إرساء ثقافة فنون القتال المختلطة ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية الأمر الذي يؤكد حنكة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعاد رئيس مجلس الوزراء في جعل المملكة أكثر إشراقا للمستقبل وحمل أبعاد رياضية بعيدة المدى لتحقيق المكاسب الهائلة التي تحققها البلاد من استضافة بريف البحرين وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور البارز الذي لعبه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ودور سموه الفعال في جعل هذه الرياضة تسير بخطا ثابتة نحو التطور والتقدم بفضل الاستراتيجية الموفقة من سموه حتى باتت رياضة فنون القتال إحدى الرياضات العالمية التي تبرز نشاطها بشكل كبير على أرض مملكة البحرين وبينا سموه أن دور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سهم بحصول بريف البحرين على الأول عالميا وهو نتاج جهود سموه في تهيئة الأجواء المناسبة والخطة الاحترافية المتميزة وبينا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن إنجاز بريف البحرين دافعا قويا للمزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة